اشتركوا في القناة بيفتح لنا ابواب الكرم وابواب الجود وفي المرة السابقة اتكلمنا على ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم من العطايا اللي ربنا اعطىه له اللي جاية في حديث رسول الله الله سلم اللي روا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قل الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احبوا الى الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء إحنا لما تكلمنا عن هذا الحديث تكلمنا عن هذا الحديث وقلنا إن الحديث دوت من الخبيئة اللي أخرجها الله سبحانه وتعالى لحضرة النبي إلا حاصل ما كانت الأيام كلها شبه بعضها لكن لما جي حضرة النبي جي ومعاه الخير للبشرية كلها جي وفتح أبواب وخزائن البركة والكرم فربنا سبحانه وتعالى عمل مواسم والمواسم دي في كل حياة الناس بس في بعض الأحيين بتبقى المواسم دي من أهم المواسم خلينا أقول لكم بس في حديث الرسول اللي أصلاح لم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحبوا إلى الله من هذه العشرة عايز يقول إليه الحديث آه صحيح فيه نفحات في كل يوم من أيام الحياة ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها أرزاق سعة وبركة ونور وفضل بتكون في كل الأيام بس الأيام العشرة دول حاجة خاصة والمرة اللي فاتتكلمنا إزاي رمضان إيه اللي حاصل ده الفرد اللي ربنا أكرمنا بيه وأخرجوا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من درجة أن حضرت النبي يقول وعطيته خمسا لم يوطونا في رمضان لم يوطونا أحد قبلي وهنا بتيجي العشر بقى العشر الأيام الأول من ذي الحجة ويا سلام على الكرم والجمال والرحمة والفتوح اللي بتكون في هذه الأيام العشر موسم من المواسم هبة من الهبات فتح من الفتوح كرم بن كرم مولانا سبحانه وتعالى إحنا بقى وإحنا قاعدين هنا وما ذهبناش للحج هل ممكن نحج بالأبنة؟ آه تعالوا نسمع بس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لنا إيه؟ فقال لنا حضرة النبي إن أناسا بالمدينة ما سرتم مسيرة خرج مع أصحابه وهم ماشيين في الطريق فإلا حاصل؟ فحضرت النبي يقول لهم إن أناسا بالمدينة ما سرتم مسيرة أو قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله وهم في المدينة يعني إيه؟ كانوا معكم كانوا معكم في العمل وكان معكم في الأجر وكان معكم في السواب مش كده؟ فإلا حاصل؟ كانوا معكم قال وهم في المدينة يا رسول الله قال وهم في المدينة حبسهم العزر آه دا اللي منعهم العزر اللي منعهم العزر بس قلوبهم مشتاقة قلوبهم طواقة بالله عليكم احنا مش كلنا قلوبنا متعلقة لها التوف بالبيت مش كلنا قلوبنا نفسها تطير ما بين الصفا والمروة مش قلوبنا كلها عايزة تقف بعرفة قلوبنا مشتاقة ان هي ترمي الجمار عشان تتخلص من أذى إبليس قلوبنا كلها محتاجة ان هي تحرم محتاجة ان هي كمان تهدي ومحتاجها تعمل كل المناسك وتنزل في مستالفة وفي ميناء مشتقيل لكل ده مشتقيل لكل هذه المنازل الجميلة اللي في كل منزل من منازلها بنحس بكرم ضيافة مولانا ايشي وانا تعبان وانا بتحرك من عرفة لمزدالف لميناء او لمكة انا وماشي بحس ازاي اننا جاي وربنا سبحانه وتعالى غسلني بحس اننا يا على الخفة ويا مع كتر التعب مع كتر الحركة مع كتر المعاناة انا حاسس اننا مرتاح قلب تجلى قلب تغسل انا خلاص بقيت مولود جديد يا سلام ايه الحاجات دي احنا عايزين ندوق من ده احنا ممكن ندوق من ده حضرت النبي قال ان اناسا بالمدينة يبقى ايه اللي حاصل ان اناسا بمصر ان اناسا بالجزائر ان اناسا بالمغرب ان اناسا في كل مكان ان اناسا في كويت كل مكان في كل ديار المسلمين ايه اللي حاصل حبسهم العزر طب واللي حبسهم العزر يعملوا ايه بقى تحج قلوبهم واحنا ممكن نحج بالقلوب انما الاعمال وبالنيات طب نعمل ايه عشان نحج بالبيوت بالقلوب نعمل خمس حاجات ولو بقوا سبعة يبقوا حاجة لطيفة بس تعالوا نشوفوا الخمسة دول اول حاجة عشان قلبك يا حج لازم الحج يكون بالاحرام لازم قلبك يحرم قال لي ايه احط قلبي في في ازار ورداء اقول له لا لابد ان قلبك يحرم يعني لابد ان انت تحرم على قلبك حاجات بس لما تسمع النداء تسمع النداء الله سبحانه وتعالى وينادي عليك بينادي عليك في كل نفس من انفاسك فيقول ايه بينادي عليك واذن في الناس بالحج فبيأذن عليك بينادي عليك مولاك في كل نفس من انفاسك فتاكد الازان ده مكتوب عليه ونفخته فيه من روحي يبقى ليه اللي حاصل ومن احب لقاء الله احب الله لقاءه لما يحصل ده بقى تبتدي بقى تحرم تحرم يعني ايه تتجرد من اللي احرام معناه ان تتجرد من المخيط المحيط اللي هو رمز الايه رمز تتجرد من الدنيا وتتجرد من ما اعتدت عليه فاللي يحصل فتتشوق الى الله فتخلع تخلع ايه بقى اول حاجة تخلع مخاوفك لما تخلع مخاوفك وانت متشوق الى الله تقبل على الله بالمحبة لما كمان تخلع حولك وقوتك في حياتك اللي بتعيشها تلاقي نفسك قريب من الله لما تتجرد من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى لما تتجرد من التلاتة دول هتحس ان انت في حضرة مولاك وخاصة وانت عندك الكعبة واعتعرف الكعبة فين دلوقتي يبقى لازم تتجرد من التلاتة دول تتجرد من ايه من المخاوف انا والله ما فيه ناس بتحج ومعاهم مخاوفهم فبيرجعوا زي ما ذهبوا بس احنا عايزين نتخلص من مخاوفنا ما فيش حد يقدر يوصل لنا ولا يوذينا احنا بلا مخاوف ألا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون انا وليت امري لله فشلت من قلب مخاوفي واحد يقول لي ده ممكن اه مش انت عايز تقول لبيك اللهم لبيك نادى عليك نادى عليك ان انت تدخل في حما أليس الله بكاف عبده ادخل في حما الأمر التاني ادخل كمان اخلع عن نفسك الحول والقوة اللي انت متوهمة في نفسك فتعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله وتخلع عنك كمان سوء ظنك بالله يعني هو ربنا يعطيني هو ربنا سبحانه وتعالى نظر إلي فعلا هو ربنا سمع صوتي لا تملأ قلبك بايه انا عند ظن عبدي بيه خلاص كده انت حرمت عتروح تعمل ايه بقى نروح نطوف نروح نطوف في ايه ايه ده قالك ما هو فيه عندنا كعبة احنا عندنا كعبة في جسدنا هو الكعبة ايه اللي خلاها بهذا الجلال قالك الكعبة بهذا الجلال لأنها محل نظر الله تمان وإن اللي حاصل والكعبة دي في ام القرى تمان انت عندك كمان ام الجسد ام الزات مين ام الزات ده الكعبة الكعبة اللي في جسدك اللي هي القلب مش قلبك ده محل نظر الله فهو يصير كالكعبة فلذلك لازم قلبك تطوف حوالين قلبك لغاية ما يجد مراد الله يبقى تطوف حوالين قلبك لغاية ما قلبك يوصل لمراد ما ولاك منك وتتاقن انك محل الان ان الله سبحانه لا ينظر الى قلبك ويساندك وجعل الاقدار دي مأمنك مش خوف ليك وفي ساعتها هتحس ان انت في حضرة ما ولاك وساعتها هتحس ومن دخله كان امنا هتحس ان انت في الحضرة في كهف حصن ما ولاك يبقى افضل شوف مراد ما ولاك منك ايه ابحث عن الله سبحانه وتعالى في اي شيء ان يريدك اذا كان الحقيق راحوا عشان يغيروا حياتهم فغير حياتك ودور على مراد ما ولاك منك شوف انت متحقق بان انت اب ولا لا شوف انت متحقق بان كنت ام ولا لا دور والاشواط دي انت بتهرب بها من وحلة نفسك لغاية ما تلاقي مراد ربك لغاية ما تلاقي النور والبركة دور عن ذاتك النورانية دور عن مدد الله اللهم لقلبك طيب خلاص انا احرمت وطفت لغاية ما عرفت مراد الله انا جايز بقى ايه ما جايز مفيش مدد قال له ازاي اسعى بقى في الحياة واسعى كأنك بتسعى بين الصفة والمروة الصفة والمروة يعني ايه اسعى وانت عارف ان انت محل مودة الله ورحمته محل ماذا سيجعل لهم الرحمن وودة انت محل الود محل الرحمة مش انت بتسمع مش انت بتسمع كلام حضرة النبي وهو بيقول في مراعى الرب العزة وبيكلم المخلوقات وهي عايزة تتخلص من ابن ادم يقولهم لو خلقتموهم لرحمتموهم الله لطيف بعباده فانت محل الود ومحل الرحمة فاسعى في الحياة وانت متيقن ان انت محل الود والرحمة ساعتها هتبقى طفت بين المواد طفت بين الصفة والمروة بين المواد والرحمة واكتر مكان ممكن تطف فيه وتحس بان انت بتطف بين الصفة والمروة لما تعيش بالمواد والرحمة مع اهل بيتك ايه اللي حاصل انت مش بتطف سبع اشواط مش بتسعى سبع اشواط في الصفة والمروة خليك مع اهل بيتك كل يوم تحاول تجدد المواد والرحمة وعندك سبع ايام في الاسبوع وعندك سبع اشواط كل يوم تصر على انك انت تجدد المواد والرحمة بين اهل بيتك وهو اتصدق نفسك الامارة بالسوق اللي قالت لك خلاص مع نفسك الامارة بالسوق لو كنت في الحج بتقولك ايه ايه هيفيد المشي يعني في غسل القلب نحن نسعى والرب يرعى نحن نسعى والرب يرعى الرب هو اللي بيرعى قلبي ام القلب بين اسبعين من اصابعه ليه عشان يقلبه يبقى ايه اذا عليك ان انت تسعى في بيتك بالمواد والرحمة وياك تسدق ان خلاص المسألة انتهت وخلاص الحياة باظت بنا وبينه لا 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 خالص هذا عبث هذا من كلام النفس الامارة بالسوق اللي احنا بنرجومه لما نجي نرجوم الشيطان رقم اربعة بقى احنا كمان عندنا ركن مهم جدا جدا وهو عرف فتعالى نتعرف الى الله سبحانه وتعالى في الايام العشر دي كل يوم من الايام العشر تعرف على معنى من معاني جمال الله سبحانه وتعالى ايه اللي حاصل لما تتعرف على معاني جمال الله سبحانه وتعالى تجد قلبك يشرق يعني مثلا النهار ده انا اقول لكم على معنى لطيف ممكن نتعرف في باقي الايام العشر على الله منها ايه المعنى اللطيف ده واحدة ييجي يقول لي انا ما بعرفش ان انا اتعرف على الله بالجمال انا حاسس بالاحداث بالضيئ علي اقول له انت حاسس الاحداث بالضيئ عليك صح وحاسس ان انت مكروب وحاسس ان انت متضايق يا راجل معقولة ما تشوفش الجمال اللي ربنا حطك فيه ده انا حياتي مش عارف امشي فيها وانت مش عارف تمشي فيها مش الناس بتظن ان انت مرتاح وانت شايف وانت مليء بالجراح قال لي اه قلت له ده مش من جمال الله قال لي جمال الله فيه قلت له في الستر ما انت مستور الستر تعرف النهار ده لله سبحانه وتعالى بجمال الستر وحاول تعيش طول اليوم تتعرف على الله سبحانه وتعالى بيقد إيه هو سترك سترك في نفسك سترك حتى بينك وبين نفسك تخيل كده لو كل واحد فينا بيفتكر كل ساعة وكل لحظة كل المصايب اللي عملها هيعرف يعيش ده ربنا من لطفه سترنا حتى على أنفسنا بالنسيان لأنه ربيض ده معنى مختلف خالص لنكنتش عرفه يبقى ربنا سبحانه وتعالى مطلطف فيك يبقى زي ما بيقولوا إنه أقوف عرفة للتعرف على الله تعالوا نجعل لنا حظ من التعرف على الله سبحانه وتعالى فنتعرف على معاني جمال الله سبحانه وتعالى طيب وإيه تاني المعنى الخامس إيه بقى اللي احنا عايزين نشوفه يبقى نتعرفت على معاني جمال الله نروح بقى حاجة مهمة قوي نرمي الجمارات بقى الجمارات إيه نرمي الجمارات على نفس الأمارة بالسوق والشيطان نعمل إيه نكدب نفسنا الأمارة بالسوق ونصدق ربنا أصلاحنا كثير من أحيان بنعمل العكس بنصدق النفس الأمورة بالسوء ونكذب ربنا ييجي واحد أقول له وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبه دعوة الداعي إذا دعان ييجي يقول لي إيه بس يا مولانا ربنا ما استجبليش أنا حاسس إن ربنا محبنيش أنا دعيت ربنا والله لسه حد أقلني النهاردة الصبح أنا دعيت ربنا في كل مواطن الإجابة وربنا ما استجبليش هو مين اللي قال له إن ربنا ما استجبلوش وعشان كده وهو عنده اضطراب عنده وسواس ليه عنده اضطراب وعنده وسواس لأنه أصدق النفس وكذب ربنا سبحانه وتعالى والله ده حقيقي وأقسم برب العزة وده اللي حصل إنه أصدق نفسه وكذب ربنا فإحنا عايزين نرجو من نفسه نكذبها اخسائي أنا أصدق الله سبحانه وتعالى استجبلي وحياتها تبقى في الهنم ومش لازم يعني إن حياتي تكون حسب الاسكريبت حسب السيناريو اللي أنا حطيته لو قلبك عاش بالخمس حاجات دول إيه لا يحصل يعني قلبك حج مع الحجيك الخمس حاجات دولة أول حاجة إن قلبك يحرم يعني إيه قلبك يحرم يعني قلبك يحرم فتحرم على قلبك الخوف وتخلع من على قلبك الخوف وتخلع من قلبك كمان إيه تخلع الخوف وتخلع الحول والقوة وتخلع كمان سوق الظن بالله بتعملها إزاي دي ببساطة خالص أول ما ييجي على قلبك الشيء قوم وعمله وما تستناش اوعى تستنى اوعى تستنى انت أحرمت خلاص اوعى تستنى الهمة الهمة بتيجي وانت ماشي في الطريق على طول احرم وما تخافش لو إنه المحرم جاي يحرم قال لي أنا مخايف ما معدرش على الحج لا بيحرم ويقبل ويقدم يا الله خلعت انت أسواب الخوف تاني حاجة تعمل إيه تطوف يفضل قلبك يبحث عن مراد الله أنا دلوقتي بشتغل بنفع الناس لازم أتقن عملي لازم أكون مخلص لازم أسبني من العجز والكسل أنا أب لازم أرعى أولادي لازم أحميهم لازم أقف في ظهرهم وأساندهم تالت حاجة لازم تسعى فتسعى بالمودة والرحمة تسعى وانت متأكد ان ربنا بيدعمك بالمودة والرحمة وأكتر مكان ممكن تعمل فيه كده هو بيتك وعندك سبع أشواط يعني سبع أيام في الأسبوع تجدد المودة والرحمة في بيتك وكمان بعد كده رابع حاجة عليك ان انت تتعرف لله وفي الأيام الجاية نتعرف إلى الله سبحانه وتعالى ويريتي تبقى عادة عندك على طول خير العمل أدوامه وإنقل تبقى كل يوم تتعرف على الله سبحانه وتعالى وكي ساعتها هيبقى عرفات عندك في كل حياتك تتعرف على الله سبحانه وتعالى كل يوم بمعنى من معاني جمال الله سبحانه وتعالى وإذا كنتش لاقي شوف جمال الستر وكمان شوف جمال جبران الخاطر ان انت تجبر خاطر الناس وآخر حاجة عليك ان انت ترمي الجمرات ترمي نفسك الأمارة بالسوء والشيطان بان انت تكذبهم بان حياتك ما انتهتش وان حياتك مش ملك نفسك الأمارة بالسوء ولا ملك الأحداث حياتك ملك الواحد اللطيف بعباده ودايما تصدق مولاك وهو يقول لك الله لطيف بعباده يا رب اجعلنا دايما من أهل حق القلوب ولو ماضت علينا الأيام اجعل قلوبنا على الدوام تحجي إلى بيتك الحرام وتزور سيدي الأنام صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا يا رب دايما من أهل المحبة ومن أهل اللطف ومن أهل الكرم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمون بعد الفاصل نلتقي عشان نجاوب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صوحة بن نامج ولا تعسره اللي احنا بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة واللي بنجاوب عليها واللي كمان بنتواصل معاكم من خلال صفحتنا على الدوام أول سؤال عندنا النهاردة السؤال بيقول السلام عليكم ممكن أسأل حضرتك هل الزوجة لو اتطلقت وتنزلت عن المؤخر والنفقة بس عشان يطلق يعني أصدقها عشان جوزة يطلق لكن هي مش مسامحة حلال ولا حرام السؤال كله بصفة الغيب نيه طيب لأنها خايفة من أن هي تكون بتعمل حاجة حرامة هي بتقول إيه لو أن هي وجوزة بتتجوزها اتطلقت على الإبراء يعني إيه اللي حاصل راحت متنزل عن كل حقوقها وإيه اللي حاصل واتطلقت على الإبراء لازم نفرق ما بين حكتين إن الطلاق على الإبراء ده شيء جاء الشرع يعني إيه ما يجيش حد يقول إن الطلاق على الإبراء ده يخلي الشخص اللي خاد المال ده حرام بس تعالوا بقى نقول حاجة قبلها إيه الحاجة اللي قبلها لكن الأزى اللي ممكن يكون عمل الرجل لغاية ما أزى الست عشان تتطلق وضررها وظلمها لو إن هو ظلمها فالظلم ده ظلمات يوم القيام يعني إيه اللي حاصل أهنها وضربها وأزاها ووجعها وعمل كل حاجة تخليها هي حاسة إن هي ضاعت وما فيش أي حاجة تانية وحاسة إن حياتها انتهت بس هي عشان تقدر تأخذ الباقي من حياتها راحت راحت ماذا طلقته على الإبراء إيه اللي حصل بقى إن الطلاق اللي على الإبراء ده صحيح أو صحيح بس إيه اللي عملوا من ظلمه ليها إيه اللي حاصل حرام عليه وده ظلمات يوم القيام إزاي يوم أولانا بتقول إن اللي عملوا ده حرام لما ضررها ولما أزاها ولما أهنها ولما كسرها زي بتقول إن ده حرام وبعدين تيجي تقول آه لأن هي لما أبرأته أبرأته برضاها يعني لما أسقاطت حقها أسقاطت ذلك الحق برضاها ما كانتش مكرهة إمتى بقى يبقى الحاجة دي ميس صحيحة لو إنها أكرهت على ده حط سكين على رقبتها مسدس في دماغها وقال لها طلقيني على الإبراء وإن لها موتك أو هأزيلك حد من أهلك أو أو أقتل عين من عيالك لو ما كانتش منه أنا شايف ناس والعزب الله قليلة الضمير ممكن يقول لها فيه ابنها هي لو ده لو إن هي حصل إكراه آه الإكراه يمنع من الرضا الإكراه مانع من موانع الرضا والحاجات دي التنازلات دي لازم تكون على الرضا أما وإن هي تنازلت برضاها فيكون خلاص المال اللي هو ياخده حلال بس الأزل اللي أزاهلها حرام الأزل اللي أزاهلها حرام فأنا موافق إن أنت ما تسمحيش إن أنت من حقك إن أنت ما تسمحيش في الظلم اللي أنت تظلمتيه لكن المال إن أنت برضاكي وباختيارك إيه اللي حاصل اشتريتي اشتريتي خروجك من هذا الظلم ومن هذا الألم فدوة هيخلي ليه طيب لإن إحنا لو قلنا إن الطلاق اللي حصل ده إن المال اللي راح له ده ما يستحقوش والعق والطلاق ده مش صحيح طب وإن اللي حاصل ما يبقى كله مش صحيح ويبقى الطلاق ده ما وقعش لكن أما وإنك أنت تنازلت عن حقك برضاكي فالطلاق ده صحيح وخاصة إن المأزون لازم يسأل يسألك إن أنت أتوافقي على كذا 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 فبتقوله له نعم ولازم يتأكد إن ده ما حصلش تحت إكراه فإذا كان ده حصل مش تحت إكراه يبقى ده حصل صحيح يبقى أنت في مسألة المال اللي واخده ده هو ده مال حلال ولا لا هو عمل أنت تنازلت طواعية إنما الظلم اللي زلمهورك اللي خلاكي تشتري نفسك من الأذى ومن الوجع ده كان حرام وكان ظلم وده من أعظم الظلم والعاذ بالله يعني من أكبر الكبار السؤال اللي بعد كده بيقول زوجي باع ورثه من والده شاعتين على أن يشتري لنا منزل والفلوس لم تكفي شراء منزل فاشترى قطعة أرض ووضع باقي المبلغ في البنك جزء بإسمي وجزء بإسمه على ما البناء على ما البناء يفتح مع العلم إن أنا نسكن بالإيجار فعل على المبلغ زكاة مال إذا ما حال عليه الحل إذا كان ده الفلوس المحطوطة دي في مقابلة شقة أنتوا اتفقتوا عليها وهتسددوا فلوسها مش عليه زكاة لكن لو كانت الفلوس دي شيلنها لما تبقوا تلاقوا الشقة يبقى عليها زكاة يبقى لازم نفرق ما بين حاجتين إن الفلوس دي بتاعة الشقة وإحنا بنعمل إيه بنتمم الإجراءات عشان ندفعها في تمن الشقة فلسه بنخلص ورق إيه سي تسجيلي هنا وإيه سي تسجيلي هنا فالوقت بيجري 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 ولسه بنتابع الترخيص وبنتابع المسائل دي فإيه اللي حصل فالوقت وسع مننا فبقت سنة ساعتها مش هدفع الزكاة في الوقت ده لا ده ما فيش أي شقة لسه وما اتفقناش على حاجة وفلوس ما تحطيتش مقابل لشرح حاجة يبقى لأ المال دوت مدخر والأصل فيه أنه أنامي ويبقى عليه زكاة وخاصة أنه نحن حطينه في مكان بيستثمر فيه وله ريع يبقى إذن إيه اللي حاصل الفلوس دي عيب عليها زكاة لأنه مالها لأن الفلوس دي مدخرة وليست ثمنا في بيع مستمن في بيع لا ده مدخرة عشان يجينا منها ريع السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم لو سمحت يا شيخنا أنا تعبانة قوي بسبب قلة الصلاة أنا قبل ما اتجوز كنت ملتزمة جدا ولما اتجوزت بقيت بقطع كتير أو بقعد فترة كبيرة مش بصلي وما فيش يوم بيعدي إلا وانا بقاني بنفسي وحس حاجة مكتفاني ومخلياني مش عارفة أصلي فعايزة حاجة تساعدني أقرب من ربنا أنت على وش وسوسة أنت لازم تلحقي نفسك وبسرعة لأن اللي حاصل ده خطر ليه خطر لأن ده باين في الكلام في ثانية الكلام أن الكلام ده فيه إيه فيه حالة من حالة الكآبة مش عايزة أقول حالة من حالة الاكتئاب لكن واضح أن الإنسان أن هنا ده بدمش الحزن على المعصية آه الحزن على المعصية لما يبقى بنكهت إننا اسمعيني بقى كويس إننا الحقيقة يعني ما لقيتش اللي أنا متوقعة في الجواز إيه ده يا مولانا بسألك على الصلاة إيه علاقة ده بالجواز أنت بتقولي لي لما تجوزت ابتدتي تتراجعي في علاقتك بينك وبين ربنا آه عارفة ليه؟ لأن أنت اللي كنت بتتمنيه من الزوج أنت ما جبتيش سرت الزوج خالص هنا لكن اللي أنت بتتمنيه في الزواج ما لقيتهوش ما لقيتش زوج يساعدك على طاعة ربنا وعلى فكرة وممكن يكون الزوج ده أصلاً أنت زوجتي عشان أخلاقه فبدأ منه خلاف ذلك وإنت مش قادرة تتكلمي فقعدة تحملي على إيه؟ على المخزون الديني اللي جواكي وقعدة كل شوية كل شوية تعملي إيه؟ تستهلكي هذا المخزون فإيه اللي حاصل؟ لأن أنت بتقولي طب يا رب أنا جوزت الراجل عشان دينه وجوزت الراجل عشان أسعد وتهنى وأنا بحبك وأنا كنت قعدة أدعيك إن أنت تترزقني من الزوج الصالح وبالحياة الأسرية الجيدة فأنا جوزت دلوقتي وملاقيتش كل ده فإيه اللي حاصل؟ يبتدي إحساسنا لأن حصل في فترة من الفترات إيه اللي حاصل؟ حصل بفترة من فترات إن الناس علموا الناس إن هو يتعاملوا مع ربنا بالتجارة بالتعاقب أنا مهتمة إن أنا أعمل كل ده عشان ربنا يباركلي عشان ربنا يرزقني بزوك صالح عشان ربنا كذا إحنا بنقعد ربنا إن إحنا ما عندناش عند ربنا الرصيد إحنا بنقعد ربنا إن إحنا عبيد فلما حصلت المقابلة دي حصل هذا الشرخ في قلبك وحصل إحساسك بإن الدين ما أضف لكيش شيء وده بيحصل للناس كتير المشكلة بتبقى من أول في تربية الإنسان إن إحنا بنعبد ربنا لإن عبادة ربنا حياة مش عبادة ربنا تمن بندفعه عشان نعيش الحياة ونحقق فيها أمنياتنا إحنا بنعبد ربنا لإن العبادة حياة كل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي فالعبادة حياة لله رب العالمين فالعبادة حياة يا سيدة العزيزة فلازم تفهمي ده طب تعملي إيه عشان ترجعي قومي وصلي وحتى لو أنت مش حاسة أن أنت عندك إخلاص صلي صلي وكل صلاة تحسيها بنكها جديدة ادخلي على الصلاة وانت مفتقرة ادخلي على الصلاة وانت مستحية من الله سبحانه وتعالى ومن سؤم وعملتك معاه ادخلي على الله سبحانه وتعالى وانت منكسرة ادخلي على الله وانت محتاجة مدده وادخلي على الله وانت طلب منه أنه يكفيك يهمك ادخلي على كل صلاة بمعنى جديد بأول حاجة صلي ولو بغير إخلاص وحاولي أن كل صلاة تكون بماذا تكون في معنى جديد وحاولي في كل صلاة تسجد وتدعي كثرة الدعاء في السجود في الصلاة بتعلق القلوب بالصلاة لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يا رب ربنا سبحانه وتعالى اكتب لك إن شاء الله الخير والبركة ويجعلك إن شاء الله في الصالحين فاصل ونعود ونكمل أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا أسئلتكم المباركة ونكمل الأسئلة بالسؤال اللي بيقول هل يجوز صيام العشر من زلحجة بنية القضاء وصيام العشر دوت مش نوع من أنواع التشريك في النية الممنوع إن احنا نعمل تشريك في النية ودوت مش تشريك في النية قال له ليه قال له زي ما قلنا على طول في صيام الستة من شوال قلنا إيه في صيام الستة من شوال قلنا في صيام الستة من شوال إن المقصود إننا نصوم في شوال نصوم إيه بقى نصوم بقى قضاء نصوم صيام نفل يخص الستة من شوال عياقة إن شاء الله السواب احنا كذلك من الأعمال الصالحة إننا أصوم إن بعض الناس فاكرة إن الصيام هنا دي عبادة خاصة بهذه الأيام لا دا عبادة من جملة أعمال صالحة بنعملها في الأيام العشر يعني إيه يعني أنا لو صمت في الأيام العشر صيامي دا عيبقى ثوابه أفضل طبعا ليه لإني دا عمل صالح عملته في الأيام العشر فيجوز إننا أقضي الأيام اللي عليها ذا رجلا كان أو امرأة ذاكرا كان أو أنثى إننا أقضي الأيام دي في الأيام العشر ويبقى ثوابه زيادة آه ويبقى ثوابه زيادة ويبقى كده عملت عمل صالح في الأيام العشر آه ويبقى عملت عمل صالح في الأيام العشر يبقى كده سوابي يتضاعف وسوابي يبارك فيه وسوابي يكون من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى إن أنا أصوم في هذه الأيام نعم طيب يبقى كده السواب ده يحصل طيب يبقى كده إيه الشبه اللي بينه من الأيام الست من شوال إن الأيام الست من شوال مطلوب مني إن أنا أصوم والأيام العشر مطلوب مني إن أنا عشان أحصل فضل هذه الأيام ان انا اعمل عمل صالح فعملت عمل صالح اللي والصيام بس هناك في الست من شوال المطلوب الصيام لكن هنا ده مطلوب عمل صالح والصيام عمل صالح عشان بس ما يحدش يقول ان احنا مطلوب مننا الصيام في هذه الايام لا مطلوب مننا ان احنا نعمل اي عمل صالح اللي منه الصيام يبقى الخلاصة الخلاصة ان لو واحد صام القضاء في ايام الست من شوال هل يحسب له ده على إنه عمل صالح مضاعف الأجر لإنه صام هذا في أيام زي الحجة نعم ويبقى الجواب على السؤال ده يحصل لي عظيم السواب والفضل اللي في الأيام العشر من زي الحجة أيوة وأنا بصوم القضاء وإنت بتصوم القضاء فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعينكم ويبارك لكم إن شاء الله السؤال اللي بعد كده بيقول ما كفارة النازر النازر يا سيدي في أصله إن واحد مش فرض عليه حاجة مش فرض عليه إيه؟ حاجة زي مش فرض عليه إن هو يضحي فإن لي حاصل؟ قال لله علي أن أضحي هذه السنة فبقيت المسألة بدل ما كانت مندوبة أو سنة أو مباحة بس في حالتنا ديها تبقى سنة تحولت إلى إيه؟ واجب تحولت إلى إيه؟ واجب طب وإذا ما قدرش يقديها بقى هنعمل إيه؟ يبقى هو عنده نازر ومش هيقدر يعمله خالص أو مش هيقدر يعمله على النحو الذي تلفظ به ليه؟ لأن إحنا عندنا بنتعامل مع النازر إن الشرط اللي حطه النازر إن الشرط اللي حطه الشخص اللي نذر بيبقى بالضبط زي ما عندنا قاعدة بتقول إيه؟ إن شرط الواقف كنص الشارع يعني اللي بيقوله الواقف كأن ده وحي كأنه شيء موجود في الكتاب والسنة ليه؟ لأنه هو الذي شرطه على نفسه كذلك في النازر الشرط اللي هو شرطه على نفسه فقال إيه؟ لله علي أن أضحي بعجل مثلاً هذا العام ما عوش فلوس فما ضحاش بعجل يبقى هو ما وفاش بالنازر ما إحنا قلناه لك من أول ما تنزرش حاجة إيه ده وأنتوا ما تحبوش آه إحنا ما نحبش النازر إن إن فيه تكليف الإنسان ولزاك كتير من عدد من المذاب بيجعل إن النازر في أصله مكروه مكروه يعني إيه؟ ما تعملوش أحسن عشان ما تفردش على نفسك حاجة وبعدين تقع في عدم الإيه؟ في عدم الوفاء ولذلك يحصل بقى إيه؟ عن أتعامل مع النازر كأنه كفرت يمين يعني إيه؟ إذا هو ما وفاش بالنازر هو نازر نازر وما وفاش بالنازر وما قدرش خلاص هو مش قادر يشتري العجلة عشان يروحي به السنادي يبقى إيه حاصل؟ يبقى هو يعمل حاجة لطيفة خالص 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 يعمل إيه؟ يكفر عن يمينه كأنه حلف قال والله كذا والله طب يبقى إيه؟ يكفر عن يمينه يكفر عن يمينه يعني يعمل إيه؟ يطعم عشرة مساكين يطعم عشرة مساكين يا سادة أيام اللي جاية افرحوا وسعوا على أهلكم ليس هناك موسم إلا وربنا يحب أن الناس توسع على أهلها وسعوا على أهلكم بالحاجات اللي بيحبوها وأعرفوا أن فيه عبادة اسمع عبادة الفرح هو مين اللي منّ علينا بيوم عرفة؟ اللي بيغفر سنة سابقة محافظة النبي تمنى بسنة لاحق مين اللي منّ علينا بيوم يسعدنا الله سبحانه وتعالى بيه؟ مش دا يوم فرحة يوم العيد دا يوم فرح والله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أمرنا بالفرح يبقى الفرح دا عبادة بالله عليكم بلاش الخصلة اللي احنا ما بنحباش دي إن احنا ننكد على بعض في العيد بالله عليكم ربنا ما يرزقناش وإحنا ندايع على نفسنا ربنا ما يسعدناش وإحنا نغم نفسنا ربنا ما يشرحش صدرنا وإحنا نقبض قلوبنا ربنا ما يخلناش في وسع وسعادة وهنا وإحنا ندايع على نفسنا افرحوا افرحوا لإن الفرحة دي بتفتح لكم باب السعادة بنعمة ربنا ما شفتش حاجة تقرب العباد من شكر نعمة ربنا قد الفرح املوا لبكم فرح وهنا وسرور وكونوا مع الرب سبحانه وتعالى الغفور عشان يملأ حياتكم بالنور خلوا حياتكم مليانة بالسرور والسعادة ربنا بيحبنا أن احنا نفرح ولو ما كانش بيحبنا أن احنا نفرح ما كانش بعتلنا كل المواسم دي وما بعتلناش الأعياد أما وإنه جعل في حياتنا عياد فهو سبحانه وتعالى يريد أن يفرح العباد وعشان كده افرحوا ووسعوا على أهلكم ايوا تنسوا كل ما توسع على أهلك يمر عليك العيد اللي جاي وانت ربنا موسع عليك زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال من وسع على أهل بيته في يوم عشراء وسع الله عليه سائر سنته الحقيقة كل أهل اللي بيقولوا إن ده مش خاص بيوم عشراء ده خاص بكل المواسم من وسع على أهله في المواسم الله سبحانه وتعالى غنمه الغنائم وبارك له وغنمه السعة والبركة والفتح يا رب ما تحرمنا إن احنا نكون من أهل الحكمة ومن أهل النضوغ فنوسع على أهلنا ونفرح أهلنا ونكون دايما في شكر نعمتك وتعالوا ندعي بالدعاء ده اللي احنا بنحب ندعيه وإحنا جايين نروح العيد نقول لمولانا سبحانه وتعالى يا من زينت بالسعادة الزمان فجعلته عيدا فكان جماله علامة على المحبة والحنان وميلادا جديدا لا تقطع عنا عوائد حبك وحنانك ووصلك وأدم علينا السعادة بالنقاء والصفاء والبقاء في اللقاء في ساحة قربك وأمنك ورضاك وإحسانك وإحسانك يا رب يا من زينت بالسعادة الزمان فجعلته عيدا فكان جماله علامة على المحبة والحنان وميلادا جديدا لا تقطع عنا عوائد حبك وحنانك ووصلك وادم علينا السعادة والنقاء والصفاء والبقاء في اللقاء في ساحة قربك وأمانك ورضاك وإحسانك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين عيدنا بجمال ودك وسعة فضلك يا رب العالمين واملأ حياتنا أعيادا واملأ حياتنا إقبالا عليك واجعلنا على الدوام في ساحة رضاك وساحة السعادة بدوام نظرك إلينا بالمودة والإسعاد يا رب العباد يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين